موسيقى أكد نائب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي أن الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطان يغتل كثير من المجالات خاصة في التجارة والزراعة والصناعة والعلاقات الثنائية بجانب ملف الهجرة وحقوق الإنسان ودع مبارك لدى مخاطبة اليوم بفندق كورينثيا بالخرطم منتقل أعمال البريطاني السوداني الذي نظمته السفارة البريطانية لدى السودان دع القطاع الخاص إلى نقل التجارب في الاستثمار والتدريب والتعليم موسيقى وأكد مبارك ضرورة تسريع الخطوات بين الجانبين لتفعيل الشراكات والتعاون الثنائي مقترحا تأسيس شركة خدمات زراعية وسودانية بريطانية تقوم على استخدام التقنات الحديثة نحن تكلمنا معهم بأنه لا بد من الإسراء الخطوات الآن سنتين مروا هم يتكلموا عن بناء العلاقة وبناء الصغة ولكن تكلمنا معهم في أنه إذا هم كانوا حريصين عليهم أنهم يتقدموا ويدفعوا بالقطاع الخاص البريطاني نحو القطاعات الحيوية ذات المردود المادي المباشر زي الغاز والبترول وزي الطاقة المتجددة وزي الصحة وزي التعليم لأنها مجالات استثمار ضخمة والعائد بتاعها أيضا مباشر وأيضا هناك موضوع التغانى الزراعية هما هي من الموضوعات التي طرحت ونحن لما الموضوعات الأساسية بنعاول عليها في الاقتصاد وفي ذات السياقة كده المدير الإقليمي للتجارة الدولية بمنطقة شرق إفريقيا دانيل الراثويل أن بريطانيا تعمل على تمويل الصادرات لإفريقيا وسودان وخلق مشاريع ناجحة ودعم المثثمرين البريطانيين للدخول في سوق التصنيع الإفريقي أنا هنا اليوم لعرض وتبادل المعلومات مع ممثلي الحكومة السودانية والقطاع الخاص حول اتجاه بريطانيا للتجارة والاستثمار بإفريقيا وسودان هناك نقطتان ندور حولهما الأولى هي العلاقة طويلة المدى مع دول مثل السودان مع قروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسعي للاستفادة القصوى منها الثانية هي كيفية التطبيق العملي لرفع المستوى مع التعاون بين الشركات السودانية والبريطانية لإيجاد الفرص والنمو هنا من جانبه قاد القائم بالأعمال البريطانية بالخرطوم ديفيد للوت أن السفارة البريطانية قادت جهود نشطة لعفاء ديون السودان الخارجية بجانب متابعة الوضع الاقتصادي بالبلاد هذه الفعالية اليوم جزء من الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا وتخص العلاقات التجارية والاقتصادية التي ترمي إلى تشجيع النمو الاقتصادي الشمولي بالسودان نركز اليوم على فتح المجال أمام القطاع الخاص الذي سيكون عنصرا مهما في مستقبل البلد نتمنى أن تزداد مشاركة بريطانيا هنا مع تحسن أوضاع العمل وتحسن أوضاع الشفافية ويجيء ملتقى الأعمال البريطانية السودانية بمشاركة وزارة التجارة الدولية البريطانية وعدد من الخبراء والمختصين في البلدين للتفاكر حول خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين ترتكز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان وبريطانيا على إرث كبير من التعاون حيث أن كبريات المؤسسات المصرفية والشركات البريطانية نشطت في المجال الاستثماري والتجاري في السودان كما أن السودان كان يمد بريطانيا بسلع نقدية مهمة كالقطن والحبوب الزيتية إلا أن هذه العلاقات تراجعت كثيرا في العقود الماضية لعدة عوامل الأمر الذي تطلب ابتدار آليات لتنشيط هذه العلاقات مرة أخرى وهذا ما هدف له ملتقى الأعمال البريطانية السوداني الذي انتلقى بالخرطوم اليوم واضح أن هناك اتجاه كبير من الحكومة البريطانية لدعم القطاع الخاص في بريطانيا للتواصل مع السودان والرجوع إلى مواقعهم التي كانوا عليها في السابق وهم ينظرون إلى السودان كبلد فيها كثير من الفرص في كثير من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وهدف الملتقى إلى خلق منصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الحكومتين السودانية والبريطانية والقطاع الخاص لمناقشة سبل تنمية الاقتصاد في السودان من خلال تلاقح الأفكار بين مجموعة متميزة من المتحدثين الخبراء من السودان والمملكة المتحدة وأماكن أخرى المجالات المطروحة فيما يتعلق بالتصنيع والتقانة والتكنولوجيا بالإضافة إلى الخدمات المالية وغيرها هذه خدمات داعمة للقطاع الصناعي أو فاعلة فيها أو مكملة لها هذه الخطوة محمودة ونحن من جريمنا نرحب بها ونتعاون معها ومن المنتظر أن يخرج الملتقى بتوصيات تعمل على إزالة العوائق التجارية والأسباب التي أدت إلى تراجع نسبة التبادل التجاري بين السودان وبريطانيا وتعزز مساعد دولتين لتفعيل التعاون الاستثماري في القطاع الخاص في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية ولمزيد من التفاصيل الرحب بضيف بن الخرطوم الباش مهندس هاشم علي محمد خير رئيس اتحاد غرفة الانتاج والزراعة الحيواني باتحاد أصحاب العمل أهلا بك باش مهندس في البدء ما هي انعكاسات ملتقى الأعمال البريطاني السوداني على واقع الاقتصاد والمصالح المشتركة ما بين السودان وبريطانيا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الشكر كل الشكر لأخواننا غنات اس 24 هي التي تعكس نشاط القطاع الخاص حقيقة نحمد الله هذه المنتديات التي تتم بين رجال الأعمال السوداني ورجال الأعمال في الدول الأخرى وهي مش أول مرة يعني حقيقة مع البريطانيين كان هناك العلمان وكان هناك الإسبان وكان هناك الإيطاليين والبلديكيين والفرنسيين وكل الدول حتى الروس يعني وبلغروسيا كلنا يعني شفنا النشاط غير مقطع النظير الذي يتم باتحاد أصحاب العمل الذي يمثل القطاع الخاص السوداني وهي حقيقة توضح أنه كل العالم يلتفت إلى الأرض الواعدة السودان حقيقة أرض الواعدة والقطاع الخاص بما له بإمكانيات وبما له بعلاقات هي هو كان السبب الرئيسي في مثل نعيقات هذه الندوات يعني ونذكر للدولة رعايتها حقيقة القطاع الخاص هو ما يحتاجه الآن عندنا تجاور يعني من أجنبية نادك من الذي كان يتوقع في سهول كردفان يعني يخرج قمحا وتمنيا ومن كان يتوقع أنه في صحراء الشمالية يخرج القمح يعني وده يوضح أن السودان يعني ليس بالأنهار فقط بل هي بالمياه الجوفية وبالمناخ وربنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى لنا من العلماء أهل الكفاءة وأهل الخبرة يعني ما يغنيه ينقصنا حقيقة حاجة واحدة اللي هي التمويل وينقصنا حقيقة الكفاءة التكنولوجيا وحاجة في الحصار الفترة الفترة كانت لنا يعني الثقة التامة في القطاع الخاص السوداني وإن شاء الله يعني المستقبل هو الواعد والمستقبل هو يعني المشق بإذن الله للسودان طيب باشموندس يعني بريطانيا ليست بغريبة على السودان والسودان ليست بغريب على بريطانيا يعني السودان بموارده المختلفة وبريطانيا بخبرتها الكبيرة في نظرك ما هي خلاصة هذه الشراكة؟ والله خلاصة إيجابية هناك نتجربة كانت تقام مصانف في مانشستر للقطن السوداني لانكشير أيضا كده لانكشير الحقيقة يعني وكلنا بنلبس التوتل الإنجليزي وكده من القطن السوداني يعني هي قامت صناعات كاملة في بريطانيا من الانتاج السوداني الزراعي اللي هو القطن وكذلك الفول يعني وكذلك برضو الزيوت وخلافة فنحن حقيقة بريطانيا الآن كونينا ترجع عشان تبني علاقة وتنمي ما غض مضى فهو باب خير إن شاء الله يعمل للسودان وللمنتج السوداني وحقيقة نحن الآن مستبشرين في هذا العام يعني نقلة القطن يعني قطن نحن السنة الفاتر كنا في حوالي 68 مليون دولار الآن هو يغارب السنة بإذن الله صد القطن يغارب المليار دولار بإذن الله من 68 مليون من 68 يعني هذا ارتفاع يعني كبير جدا لا كبير جدا وكلكم رأيته يعني في الميديا وفي العلاقات ما هو القطن المطري سيوى كانفق وربحبيل والله طويلة تيلة والله وخلاف يعني ومشروع الجزيرة طيب يعني ذكرت رابدة من استثمار هذه الشراكة وهذه الخلاصة بشكل أمثل كيف يمكن تنفيذ ذلك على أرض الواقع والله هو عمود المسألة الشراكات دي كلها العلاقات البنكية إخوانا في بريطانيا ما حنكوا يعني إذا كان في شراكة حتى تشير قرشك بالقفة ما لازم يكون في علاقات بنكية وفي تواصل بنكي وفي تسهيلات وحاجة أننا قدمنا ما لنا ما لنا هي عندنا التجربة وعندنا الأرض الواعدة وعندنا قانون الاستثمار الذي لا يميز بين المستثمر الأجنبي ولا المستثمر المحلي وقد تقدم لنا كثير من إخوانا في العالم العربي والنجاحات معروفة النادك موجودة الراجحي موجودة وخلافه موجود وفي القطاع الحيواني كذلك في قطاع الدواجن مشاريع الأممات وموجودة وما زالت نحن حقيقة والطلبات والعلاقات والبارتين والعلاقات المتواصلة وبين القطاعات الخاصة خاصة في العالم العربي نحن محمد أن الأوروبيين الآن بغيادة بريطانيا تعود إلى مغة السبق من العلاقات ونسأل الله سبحانه وتعالى إن نراها يعني في صحة وعافية ونحن كل ما نطلب إنه يا أخواننا القطاع الخاص مع القطاع الخاص السوداني تكون تسهيلات بنكية بيننا وبين نحن ما نحتاج للتمويل ليس المعرفة فقط التمويل وتمويل التكنولوجيا طيب يعني ذكرت المعاملات البنكية ربما هي أساس هذه الشراكة وهذه الخلاصة يعني ما رأيكم في اتحاد أصحاب العمل فيما يخص يعني الوضع الاقتصادي الراهل والمعاملات البنكية التي زاء يعني أصبح تتعثر كثيرا والله هو حيث مصيبتنا في الإنتاج نحن ما بنحكي أصلي صادراتنا دي إذا أنت بتصدر أقل من تستورد فهذا معادلة حتى زال مشكلة لا نمني نفسنا بناسبة يعني غدا بدون إنتاج حنكون في حانة لكن الحمد لله يعني ما شاء الله مساهمة القطاع الخاص وخاصة في الصادر هي بتنعكس إيجابا جدا على سعر العملة وعلى وعلى والانفتاح الاقتصادي وعلى التسهيل الاقتصادي يعني طيب يعني فيما يخص أيضا كذلك اتجاه بريطانيا نحو السودان ما هو دور القطاع الخاص في البلدين ذكرت القطاع الخاص لذي تأثير كثير فيما يخص اقتصاد البلد لكن أيضا كذلك في دفع الاستثمار وتعزيزه كيف تقرأ مستقبل الشرع والله هذه محمد هذه الندوة يعني الندوة الحمد لله وضحت يعني نحن مرغوبين من القطاع الخاص البريطاني وإن شاء الله هذه الندوة يعني تحقق طموحات الطرفين وهي حقية التيارة يعني ليس فيها عواطف التيارة مكاسب وهم دير طمع الرواب والانجليز يعني وما أدرك ما الانجليز في وزن الأمور يعني خاصة الاقتصادية يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى إنها فاتحة خير ونحن مستبشرين فقد كان قبل أيام يعني حتى استقبلنا وفد من إخواننا من الكنديين ومن البريطانيين وكنا بنحكي عن تجربة القطاع الخاص في الزراع العضوية اللي هي حقية التقبل الثورة الحقيقية للصادرات السودانية وحقية أننا الآن في شركات جاتنا وعملت مكاتب هنا وعملت الوكالات بتاعينها ورتبت على السن يتتولى الترويج والترتيب للصادرات السودانية ما منشأ هذه الشركات باش مهندس أيها هذه الشركات التي ذكرتها ما منشأها يعني منشأها أمريكا وكندا وهذه حقية للأورغانيك ونحن اخترنا بناسبة واحدة من أحسن عشر شركات في العالم لتقديم المنتج العضوي إن شاء الله وكله طبعا نحن انتاجنا كله عضوي يعني المطلد كله عضوي طيب يعني اتجاه أيضا بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي المتوقع وبنسبة كبيرة جدا اتجاه الاستثمار في السودان بهذا الثقل الكبير والسودان يشهد انفتاحا كبيرا بعد رفع الحظر الاقتصادي هل يشير إلى أن بريطانيا عادت توجه مرة أخرى إلى إفريقيا وإلى قلب إفريقيا بالذات بالسودان حقيقة يعني هي دي ليس بالأمر السهل لأنه يعني أول ندوة تكون بين القطاعات الخاصة السودان والقطاع الخاص الإنجليزي وحقيقة أنه بالنسبة لهم السودان هو مفتاح لإفريقيا هو يعني الاستثمار في السودان مش الاستثمار في السودان السودان هو مدخل لإفريقيا وحقيقة هو يعني يعني الحصان الفائز بإذن الله الاستثمار في السودان وهو عندهم تجربة من الذي نمى العلاقة الوطيطة في السابق بين مشروع الجزيرة والمصانع الانجليزية فان شاء الله نصنع الله سبحانه وتعالى يعود الحال الى ما كان اولا ويتطور وانحن نطلب من القطاع الخاص الانجليزي لان الزراعة بيقى الصناعة صناعة الاغروندستري وصناعات التحويلية وهي بيقى تعلم قائمة بيزات مش بزور ترمة وتزغى فقط لا بيقى التطور في الجينات وتطور في النوعية وتطور في الباكين وتطور في السيليكشن كله نصنع الله سبحانه وتعالى نحن مطمئنين تماما انه مستقبل السودان بيذن الله اذا مشى بهذه الخطوات بيذن الله نحن نكون في وقت بصير جدا جدا انه صادراتنا تجد مكان المحترم في العالم وهو لسه تمني دواقع يعني كله نحن نرى انه الرقعة الزراعية التي يعني دخلت فيها التكنولوجيا وكان انتاجها من 3 قنطار الى 20 و25 قنطار ومن 3 شوال الى 15 و20 شوال ليس بالامر الساهل ليس بالامر الساهل طيب يعني باش مهندس من خلال مخرجات الملتقة تفعيل الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين هل يساعد ذلك السودان للانفتاح على افريقيا والدخول في الاسواق الاوروبية طبعا يعني الانجليز قطع الشكل المنجي يستثمروا حيودوا بضعاته مين يعني حتصدر لاوروبا وزي ما قلت لك الآن الشركات الامريكية الحمد لله دخلت متعددة والشركات الاوروبية ككل وقبلهم كان الالمان يعني حتى مول اكبر مشاريع يعني للطاقة اللي هي متعلقة بالزرعة اللي هي ناسيمينس فهو حقيقة احنا لا يكون في اسبوع لا نقابل الوفودة الاجنبية ونتداول معهم وهم حقيقة برضو نذكر للدولة انه الموضوع بتاع قانون الاستثمار وكده وكده والله ما في شركات بغضلهم الحمد لله بيستمعوننا نحن ليس بيننا وبين وزارة الاستثمار كان الوزير حاضرا يعني حاضرا طبعا يعني هي المشاكل بتاعة الاهالي الاراضي الزراعية المربوطة بالاهالي والجزء من من استيراد الجزء من المدخرات الزراعية وكده لكن هي حقيقة ظرف استثنائي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزول يعني ونحن ابواب يعني حقيقة اجتماعاتنا متواصلة جدا مع القطاع الرسمي بينا ننقل كل المشاكل بالاتحادات بتاعتنا وبينلقى اوزن صاغية ان شاء الله طيب يعني اخيرا يعني كيفية تطبيق العمل لهذه الشراكة في مستوى التعاون ما بين بريطانيا والسودان حتى ينعكس ذلك اقتصاديا على اقتصاد البلد يعني السودان والله الامر مفتوح انا افتكر طبعا بداية الجلسة ما معناها بداية النهايات صحيح يعني الآن انا بشرك يمكن اكبر معمل التيشو كالشار اللي هي الزراعة النسيجية اللي هتعمل تغيير كامل جدا في الموضوع بتاع الشتول والبطاطس والموز اللي يقع ام اقوم بابو واخوانا في زادنا وبرعاية وتكنولوجيا فرنسية هو من اكبر معامل الانسجة الزراعية في افريقيا اشكرك يعني نصن الله سبحانه وتعالى تكرر هذه التجربة مع بريطانيا ومع كل الدول الاوروبية اشكرك شكرا جزيلا ضيفي من الخرطوم باشوانديس هاشم علي محمد خير رئيس اتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني باتحاد اصحاب العمل شكرا بعض الفاصل لنتقل طائفة من الاخبار الاقتصادية الاقليمية والعالمية اشتركوا في القناة